مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي لأن الفرق هو أن الأرانيب في فصل الصيف عموما لا تقش أكل بزاف و المربي يقع في واحد الحيرة يعني يشوف الطريقة دي الأكل دي اللي لم يبقى شيئا هاتيك يخاف يقول يكمرهم راضيين يكمرهم راضيين يكمل المقوش يأكلوا بزاف يتلف كيفش نتعامل مع هادة القاضية بالنسبة للأمهات حاولوا أنكم يعني كي يفطموا في شهر يعني القريب للصيف يعني نقوله في شهر ستة أو خمسة سر في حاولوا أنكم تقطعوا عليهم متخطيهم مش نتكرم حاولوا أنكم تعطيهم أحد الفرصة فين يرتاحوا وخاغي شهرين ممكن أنكم تعطيهم شهرين لماذا؟ لأن الأنثى إذا كانت حملة في الصيف ممكن أنكم تخسروها يعني ممكن أنكم ستولد وهذا الصغار لا يحتملوا حرارة إذا كانت حرارة في شهر ثمانية أو في شهر تسارة لا يحتملوا حرارة لا يمكن أن المربي عادي سيكون يدير كليماتيزر أو شي طريقة تبريد يعني أغلبية دي المربي ما مدينين شهد هاد الحوي يشهدوا اللهم خليوا هاد الشهرين تفوس بسالم القضية دي كيمية الأكل كيمية الأكل وهو يعني المعتادة وهو بالنسبة لكبار خصوص مئتين غرام في النهار يعني إذا زيتوا عبرتوها ممكن أنكم تعطيهم طاس دي الضانون يعني بدون ذكر يعني شهرات دي الشركات يعني هاد الطاس دي ليا غورس كيمة بغي يكون لإسم دياله أنا كي وزن إذا أنا رأي نفيت وزنه كي وزن مئة قرام مئة قرام ممكن أنكم تعطيوها مرة في الصباح ومرة في العشية دي بالنسبة للجو البارد أما بالنسبة للصيف أنا ناصحة غدي نعطيها لكم وهي ما تعطيهم ش الماكلة في النهار وهو الاحتباس الحراري ممكن أنه كيتصابوا الاحتباس الحراري وكيموتوا يعني شحال مواحد وقع في القضية أنه غدي يعطيهم الماكلة كالمعتاد إلا غدي دي روح القضية أنكم ممكن أنكم تعطيهم مئة وخمسين جرام ولكن فوقهاش وهو الليل يعني منين يبرد الحال ممكن أنكم تعطيهم هدي مئة وخمسين جرام أو حتى مئة جرام ماشي مشكي روح ما غدي يعيشوا على طريقة عادية ما غدي إن شاء الله ما يموتوا لكم موالوا إذا كيفاش الطريقة المتلى يعني الكيمية الموصة لها يعني باشتقال تعطيهم الأكل للصغار للكبار عادية الصغار في حال هادو كلهم ممكن أنكم تعطيهم كمتلمات قرام يعني ثلاثة طيسان ديالياغورس تعمروا إما بالدراع أو السيكاليم أو الخبز يعني جاف وهو طحون أي حاجة ممكن أن تعطيهم لثال الفصة مزيانة فالصام زيانة في الصيف ضرورية انها تكون عندكم لانها يابسة كتتعطاها لهم وكي ياكلوها مزيان وما كتأثرش عليهم لانها كتكون يابسة يعني ما كتأثرش على الجهاز دهضمي دي عنهم اذا الكيمية اللي ممكن تعطيها لهم هي كالتالي ممكن انكم تعطيهم ما بين 100 قرام تل 150 قرام في النهار كامل وما تعطيهم في الصباح هذه الكيمية هادي تعطيها لهم يعني في الليل يعني منين يبرد الحال احنا كنقولوا منين يبرد الحال ديك الساعة ممكن انكم تعطيهم ما تخافوش عليهم اما بالنسبة للماء فالصوء يكون على طول النهار ما يمكنش الماء يتقطع عليهم ولكن كان قادية واحدة انهم يكونش بارد من فلاجة وتقولوا قد نعطيهم لهم وهما سخانين تخافو عليهم تقولوا الحرارة ما الحرارة تشدو الماء بارد يعني متلج وتعطيه لها الانيب اللا هاداك سشي را كي خرجلهم على مسيرنات ديولهم كي تنفقو لهم مسيرنات كي يموتوا حاولوا انكم تديروا هاد النصائحة حاجو وعطاهم الماء عادي يعني ممكن انكم الماء تنزلوه من الروبيني وتخليوا يقل شوية لحسب ديك الخلور اللي كيكونوا ديرينو فيه ممكن تخليوا تلغد ليه عادي تعطيهم لهم مهم الماء خاص يكون كيفاش كيف تعطي الماء كيكون يعني يكون ملائم لدرجة الحرارة ديال المكان مكان سواء كان بيت واحد بيت صغير او كان مثلا واحد نقولوا واحد العشة وانتم مضلين اليها مش مشكلة انا عندي هاد العشة هادية انتم كيما كنتشوفو را مضله انا ايه كان نخلي لهم الماء في واحد الفيديو ديال خمس سيطره وكان قلق اعطيهم منه مش مشكلة خاص يكون درجة الحرارة ديال هاداك الماء ملائمة للمكان صحف يا دول خلاصة ديال القول اذا حاولوا تتعاملوا بالدكاء مع هاد الفترة هادى بما تفوت ان شاء الله وفي الجو البارد راقم بلا شك انكم راقم جربتوا الجو البارد كيبقوا يكنهم زيان كيسما نوت غير غير كيكون بايع البيع ديالهم سهل فالليامات مع هاد شي ديال كورونا مع يعني باقى ومشي هو هاداك حاولوا انكم تجوزوا على الفترة هادى وان شاء الله ملائنا القدام غد يكون الخير ان شاء الله حلقة ديالنا سألات ما تنسونا بجير جام تكيبوا لزير الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة